السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بكل الناس الحلوة اللي بتتبعني و اهلا من الناس اللي بتفرج عليها الاول مرة و اكيد انت لسه مش مشترك في القناة فهلا تنزل وتدوس على الزرار احمد بتاع الاشتراك وتعملوا لها كل الفيديو من اللي اعجبكم بس و اعملوه دلوقتي لان هو ان شاء الله يعجبكم فالدعمة بتاعكم يا جماعة يا ريت لان والله انواع الفيديوهات دي تضيبني جدا وبلما اطلعها بالمنظر جينتو هتشوفو ده لان بدل ما تعودوا دورها لكذا حل وحلوه ينفعش معكم فتروعوا تجربوا برحلة ثانية واتبتوه في اليوتيوب وكالوالتانية دي انا بغفر عليكم ويجبلكم كل الحلوة الممكنة في فيديو واحد المهم نغشل موضوع الفيديو وهو ان احنا على الحالة النهاردة مشكلة اللي رفعت الناس في نظام الفونيكس لما بيجوا يلعبوا بابش تظهر لهم الشاشة اللي قدامكم دي وتعود لها بقى بتاع حوالي خمس داقيق عشرة دقيق كل واحد على حسب ايه بتختلف من شخص للتاني فاحنا ان شاء الله في فيديو دا وحاوريكم بالدليل هي كانت معايا بتاخد وقت قد ايه قبل من طبع الحل وبعد كده بعد ما طبعنا الحل بتاخد وقت قد ايه وكمان الحل دا ممكن ما ينفعش مع الناس فاحديكم حل تاني بدلي عشان يبقى غطينا الموضوع بالكامل فلو مهتمين وعايزين تعرفوا معايا حل المشكلة دي تابعوا معايا الفيديو. انا في الاول بس هوريكم كده هو عشان يبقى كل حاجة واضحة قدامكم ان هي بتاخد معايا وقت طويل اه قبل ما نطبق الطرق بتاعتنا فهفتح بابج وهفتح معايا كمان الطايمر دا انا فتحت الطايمر عشان طبعا هي هتاخد معايا خمس دقايق عشان انا الوقت دا طبعا مش هنتفرج على بعضينا انا في المنتاج هسرع بس عشان اه الطايمر يوضح لكم اه وانا بس سرع اه هي اصلا هتاخد اه وقتها دي. عشان معطي الفيديو بتانا ما اعتوالش هالفوضي. فزي ما انتم شايفين كده اولا انا طبعا شغلت الطايمر بتاعي. واخد دي اتين هو تقريبا في كلمة او برضو الشاشة دي اه تكملت المشكلة والبطء. فهي اخدت معايا كلها لبعد اربع دقايق. فكده انا عندي ببفضل وقف اربع دقايق على شاشة دي. في تيز طبعا كلماتي بتاخد معا تمان دقايق وعشر دقايق. فالموضوع بيبقى يعني ان هما يستملوا كل ده. وخصصا لما اللعبة قفلت مسلا ما بيلحقوش ان هما يخشوا تايني بسرعة عشان يلحقوا يخشوا في الجيم اللي هو ما كانا بيلعوا في نسل الجيم. فان شاء الله الحلين اللي هتدلكم النهاردة حلين نهائيين دي المشكلة دي. هتلاقيه في الوصف اسفل الفيديو. اللينك بتاع الموضوع بتاع النهاردة. هتروح عليه وانه هتقدروا تحمله بردنامج والفايل ده دول هنستخدمهم في اول الحل معنا. هنزل لكم في حقيقة ملاف مضغوط هنفك الضغط عنه وبقى اي بردنامج فك الضغط. ولما نخش جواه هيزليه بمنظر ده. منحوظة مهمة حابب اقولها بس بخصوص بردنامج. اثناء ما انتم بتطبقوا الخطوات الجاية اللي انا هقولها دي. لو ظهر معكم الايرور ده. فده عشان انتم بردنامج الفايل ذات نفسه كله. لازم تحطوه في على طول ما تحطوش في جواه يعني تفتح مثلا وتحطوه على طول تفتحها اي عندكم وتحطوه جواه على طول وبعد كده نروح للمكان اللي نثبتين في بتاعنا وهنفتحه كده ونعمل نسخة احتياطية من آآ ده نعمل منه نسخة احتياطية ناخده كوب نحط في اي حتة عشان لو تبطوا حاجة غلط وكمان عشان حاجة هقولها لكم كمان شو باية. آآ بعد ما نعمل نسخة احتياطية نروح وناخده كوب تاني او مش فرقة ونروح للمكان بتاع وجوه في الفولدر اللي اسم ان هنحطو كده تمام بقى كده نطلع ونفتح كمسؤول فهندوس على و بعدك هندوس اول ما يفتح معالي المنزل ده هنتكر هاي حرفة من الكيبورد هنا هنختار رقم اتنين اللي هي فهنكتب رقم اتنين وهندوس انتر فهيبدأ يعمل كده اول ما هيكتب ضن هنا نروح للفولدر باسم اهو وهنلاقي هنا في اسم سيستم هنفتحه هنخش هو هنلاقي الملفات ودي التلات ملفات اللي احنا هنبدلهم فهنروح للملف اللي احنا انتم حملتوه من مدوانة عندي وحنفك الضغط عنه بعرضه كذلك ونخش جوه كده ونعلم على التلات ملفات دول كده بالموز او نتك على واحد واحد واحنا دايسين على من الكيبورد وناخدهم ونروح للمكان ده اللي احنا فتحناه جوه آآ هنا وهو وهندوس على فهيجي هنا يقول لنا ان احنا في ملفات زيها موجودة فعايز يبدلها فهنبتدي ندوس على ولو علمنا على علامة دي فهيطبق الاستبدال ده على كله فهنوفق على الاستبدال وده الفلدر الاول وده التاني وده التالية انا بقعليه لكم ولو ظهرت دي فهندوس على ونرايح نفس الان ونعلم صحي هنا وندوس على ونعلم هنا صحي كمان وندوس على وبعد كده عايخلص استبدال نرجع للابتي تاني نطلع من فردل ده ونرجع تاني ونختار المرة دي رقم اربعة عشان نعمل له اهو انا فكت ضغط عالنا عشان عمدد الملفات دي بعد كده هجمعهم تاني عشان هبتدي ان انا هاخدوا ورجعوا تاني الفونيكس فهكتب رقم اربعة ودوس انتر وهنا هنختار طبعا رقم واحد اللي هو عشان ده الفونيكس هنكتب رقم واحد انتر وبعد كده نختار الحجم وتفار بقى اللي احنا عايزينه بس عشان هنكتب الرقم اتنين اللي هو حجم اتنين جليجة عشان ده اللي جنب بس وهي كده ندوس انتر فهيبدأ يعمل لنا ملف بتاعنا بعد ما اكتب لنا هنروح في الفولدر اللي باسم اهو ده وهو الملف ده الملف في السيستم ده اللي هناخده كوبي ونبدأ نرجع تاني لمكان الفونيكس بتاعنا اللي نحطه في اهو كده بس كده احنا خلصنا والطريقة بتاعتنا الاولى. ودي هنرجع تاني بعد ما طبقنا الطريقة الاولى عشان يشوف الطريقة دي فعالة ولا لأ ودي بقى فتحت بقى بجهو وهو هفتح برضو طايمر تاني عشان هسرع الوقت زي ما قلت في الاول. هسرعه في المونتاج. ودي هي الاول مشكلة جهة اشتغل يشغل الطايمر. كمان انتم هتلاحظوا اهو ان حتة في الشرية الابية اللي تحت هتلاقي ان هو بيمشي. في قبل ما نطبق الطريقة دي هتلاقي ان هو معكم ما بيمشيش وبعد كده هتلاقي ان هو ايه الشرية ده بيجري معكم كده. ودي هو اخد معي وقته صغير جدا عكس الوقت التاني اللي هو دقيقة وسبعتاشر ثانية فهو لكن بياخد معكم التاني من العشر دقيق ونزل لدي دقيقتين فده كده بالنسبة لكم هيبقى كويس جدا. انا كان معي اربعة دقيقة. ازا ما شفتنا في ابداية الفيديو. وبعد كده الوقت بقى دقيقة وربح. فطبعا فرق وقت كويس جدا. بس هنا في حاجة بقى اه لاحظتها لما طبقت الخطوات اللي عملتها دي بتاعت الحالة الاول على كزا جهاز فيها جهاز اشتغلت تمام وفيه جهاز اه اشتغل بس اه ضرب بتاع يعني الروت ما بقى الشغير. فعطوا ليه طب فين المشكلة حالكم مشكلة ان انتم حطين برنامج او وتفر برنامج اللي حطينه عشان اه تحلوا مشكلة اللاج بتاعت بابجي. فالروت باز معناها ان البرامج دي مش رشتغل. فهتلاقوا مشكلة اللاج حالت. فعنا طبعا مش هنحل مشكلة البطء دي ونبوض مشكلة اللاج. فالناس اللي تلاقي الروت عنها مش شغال هتلاقوا الروت موجود يعني دخلتوا في هتلاقوا الروت موجود مفاعل بس هتلاقوا ان التهنيج راجع تاني. فعشان كده انا قلت لكم قبل ما تعملوا الكلام ده اخدوا نسخة احطين ملاف السيستم. فانت لو طبقتوا الطريقة دي. ولعتوا ان هي اتضربت لكم الروت ورجعت مشكلة اللاج تاني. فانا دورت على ان انا رجع عمل الروت لنظام تاني. فكل الطور اننا حاولت اعمل بها الروت تاني. فانا مش هتعرفوا ترجعوا وتعملوا الروت اللي تاني. فعشان كده لو لقيتوا الروت الدرب فترجعوا وتشيلوا ملاف السيستم اللي احنا حطنا الجديد ده وترجعوا وتمسحوه وترجعوا الاديم بتاعكم اللي معلوش اي عدلات. فكده اعطي احسوا وتقول المشكلة قدتها عندكم? لا. في حل تاني. وزي ما انتو شايفين انا الناس اللي بتقول لي انت ليه بتاخر الفيديوها بتعطيك عن الوقت ظهور المشكلة. فزي ما انتو شايفين اهو انا الفيديو ده مصوره كان من بابش. احنا دلوقتي في سيزون ناين. للموسم التاسع من بابش. وانا كنت في سيزون ايت. فالمشكلة عندي بس هي في الوقت. الوقت عندي دايئة جدا. والمعظم اي يفضي يوم واحد في الاسبوع بس. هو اللي بعرف عمي في الشغل بتاعي. فالوقت معي دايئة جدا. فعزريني في النقطة دي. فان شاء الله هحاول اوظم على قد ما نقدر. الحل التانية هيكون عبارة عن ان احنا نستغنع عن الفونيكس بالفونيكس روك. فهننزل الفونيكس روك نسخة بس المشكلة في تحلت بس ازاي الحل اللي احنا عملناه ده اللي هو بدلا ان اتخذ معكش رضاية مسلا. ولا ست دايئة هتلاقي او خدت الحتة دي. لكن ما بتاخدش فيه وقت خالص. هيعت لهها مسلا عشرين سانية في فهو بياخد عشرين سانية ولا حاجة وتلاقوه دخل لعبة بابش على طول من غير اي وقت. فكده يبقى مشكلة حلت في الجزء ده تمام جدا. ده في حالة ان الحل الاول ما نفعش معكم تلجاوه للحل ده. بس في ملحوظة مهمة عايز اقولها لكم ان اه سواء كانت تابلت او لما بتخشوا بلعبة بابش ما بتدكوش الشراب بتاعت فكده ده معنا اني انزمة الاول كان بتاخد بان. لكن انا عبت بقى اكاونت تاني لقى اكاونت بتاع الاساسي عشان اجرب فانا بقى اللي بتاع حوالي اصبوعين او تلاتة سابعة دخلت عليه وبلعب. ولحد دلوقتي ما اخدتش بان من بابش. فانا نسه برضو ما عارفش كقرار نهائي. ان هي بتدي بان ودلقها من الفونيكس روك انستن. فا لو حتجربه جربه بقى اكاونت تاني. ولو حتجربه الاساسي يبقى على مسؤوليتكم. مش على مسؤوليت انا. عشان ما عديش يقول لنا اخدت بان وكده. بس ان شاء الله في الفيديو اللي هيبقى هتكلم فيه عن الفرق بين الديسكوتوب مود والتابلت مود. هشرح الفرق من الاتنين والخصص والمزعيب بتاعتهم وكزا. ساعتها اه قدر اقول لكم ان شاء الله هيبقى مسلا بعد وزبط تلاتة سبعة من دلوقتي. اه اخدت بان وانا ماخدتش فبابجو ولا لا. وبرضو زي ما امتلكم انت تقدروا وتجربوا ده حد دلوقتي باتكون تاني جراء اكاونت الاساسي. وكده بالفيديو بتاعنا خلص. وتمنى منكم تشجعونا وعمل لايك للفيديو. ولو لسه مش مشتركين في القناة فهي ريت تنزيل ودوص على الزرق السبسكرايب او من الدايرة التي ظهرها قدامكم دي. واشوفكم فيديوهات تانية بازن الله.